نيران الإقصاء من بطولة الكأس بكرة القدم لم تحرق حضوظ فريق الشرطة الخاسر أمام الجيش فحس فقد امتد لهيبها لينهي العلاقة مع المدرب المصري محمد يوسف الذي قررت إدارة الشرطة عدم الاستمرار في قيادته للفريق وسمت اللاعب الدولي السابق ناظم شاكر ليتولى الحقيبة التدريبية في المدة المتبقية من دور كرة القدم كابت الناظم شاكر في الوقت الحاضر هو الأقرب للعبين والأقرب لقيادة كرة الشرطة نتمنى إن شاء الله للكادر التدريبي الجديد الخير والبركة وعادة الشرطة إلى منصات تتويج إن شاء الله مدرب جديد وصفها جديدة نقدر تكون نعتبرها محطة محطة أولى لللاعبين يقدمون كل مواعدة وعدنا ثقة بلاعبين حتى اللاعبين الموجودين هم أفضل لاعبين حاليا بالدورة شاكر قاد أول وحدة تدريبية للفريق الأخضر وسط آمال بتحسين نتائج الفريق ومستوياته في الجولات المقبلة وسيساعده في المهمة أحمد صلاح مساعدا وفاروق جاسم مدربا لللياقة البدنية وغانم إبراهيم مدربا لحراس المرمى طامحين إلى إيقاف التصدع الذي أصاب الفريق المتخم بالنجوم الدوليين هذه الشرطة من الفرق الكبيرة بلاعبيها بإدارتها بإسمها العمل معهم طبعا هذا يكون أكيد فتشرف أنك مدربين تعرف المرحلة القادمة يمكن مرحلة التي تتجاوز بها الجانب النفسية والمعنوية والمشاكل التي مار بها النادي هذه الشرطة ليست مغامرة هذه الشرطة فريق شبير ولاعبي كبار ولاعبي منتخبات وطنية فأكيد إن شاء الله نحقق نصبه إلى كمدربين وكجمهور وكإدارة الشرطة يحتل المركز الثالث في دور كرة القدم بـ 45 نقطة لكنه عمليا في المركز الخامس نظرا لتأجيل مباريات فريقي الزوراء والجوية ويأمل المدرب الجديد إنقاذ موسم الشرطة للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري مصلحة النادي ومصلحة الجمهور فوق مصلحة المدرب ومصلحة اللاعب وإن شاء الله سنقدر نقدم شيء يليق بسمعة الكرة الشرطة لإيقاف تصدع فريق خاسر الشرطة يضع ثقته بناظم شاكر مدربا جديدا لإنقاذ موسم الشرطة الذي ودع بطولة الكيس ويريد الإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري عدنان لفتا الحرة بغدال ترجمة نانسي قنقر